مشروع القانون بقى بينص على ايه؟ بنوده ايه؟ مواده ايه؟ هو برضو أنا يعني العقوبة كمان بنتكلم فيه الأسماء اللي هي التخليقية معلش أنا عايز أتكلم برضو الأول في المواد التخليقية المواد التخليقية دي مضرة عصبية أكتر النهاردة أنا مهمنيش اسم إن هو تاجر النهاردة يعمل لي اسم سين أو يعمل لي اسم شين أو يعمل لي اسم صاد يقول إن هو مش موجود ده هو القانون الجديد ده تطرق وأضاف كل ما هو ما يذهب العقل ويؤدي لكذا وكذا 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 أنه دخل في الجدول يعتبر هردو طبعا يعتبر طبعا لما نجي نتكلم فيه مشروع قانون النهاردة هو نص مشروع التعديل على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر جواهر تخليقية ذات أثر تغديري أنا حبيت أشرحولك قبل ما نتكلم في القانون شوف خد بالك يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدر أو صدر أو صدر أو صدر جواهر تخليقية ذات أثر تغديري أو دار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزين عن خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد الإتجار الجواهر المشارئ لها اللي هي المواد التخليقية وبالسجن المشدد والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والأحراز بغرض التعاطي لتغليز كبير جداً للم تعاطيين طبعاً سجن المشدد ده طبعاً تغليز جداً لمين؟ للم تعاطي للم تعاطي مش للتاجر بس التاجر اللي هو بيجلب أو بيصدر أو بيستورد المواد التخليقية أعجام التاجر اللي بيشتغل وبيبيع مؤبد المتعاطي المتعاطي سجن مشدد وغرامات كبيرة جداً وغرامات طبعاً كبيرة جداً يعني كده احنا شددنا عن المواد القديمة طبعاً ووضحنا حاجة تانية كمان قلنا إيه كل جواهر تخليقية يكون لها تغديري أو ضار بالعقل أو بالجسد أو الحالة النفسية والعصابي أصبح تخليقياً مهما يخترعوا جديد مناش دعاً اخترع زي ما تخترع طرامة مدر للعقل والنفسية والجسد خلاص يندرك تحت القناة